بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع كم موفق علي. حبينا ان احنا نعمل آآ فيديو توضيحي كده لزميلنا ازاي ان احنا آآ مشترك الكورس معنا على الموقع التدريبي البسيط بتاعنا. ان احنا ازاي ندخل آآ مع بعض لايف اونلاين باستخدام آآ الاداة الموجودة على الموقع. آآ لو دخلت على الموقع عايز تدخل على موقع هتدوس وهتفتح لك الشاشة الرئيسية للموقع. هتلاقي على الشاشة الرئيسية آآ شرح الشهادات الدولية وهنا هتلاقي بتاعة الحمد الله قراء المتدربين السابقين هتلاقي اغلبية الشهادات اللي بنشرحها واللي ممكن نشرحها بشكل تفصيلي اكتر وبشكل خاص وبرايفت ويعني نحل ان شاء الله آآ امثلة كتيرة على الموقع براحتنا بقى يعني اليوتيوب وده ينفع يتحط على اليوتيوب وده ما ينفعش فآآ بنقعد على الموقع براحتنا مع بعض ونشتغل بطريقة زي ما قلنا كده طريقة يعني اللي هي المتزامن احنا نقعد مع بعض يوم في الاسبوع او يمين في الاسبوع وطريقة الغير متزامن ان هو برضو تقدر في اي وقت تخش تلاقي المحاضرات الموجودة المسجلة والماتيريال هتلاقي دي الصفحة رائسية بنستعد كده الكورسات اللي اشتغلنا فيها اللي هتلاقي آآ موجودة ان شاء الله على موقعنا اغلبية الكورسات دي آآ وكورسات الان بي اي ده آآ برضو تسيب لتعليق زي برضو احد الزملاء سايب تعليق وانا هدى عليك على الموقع ان شاء الله آآ يعني طريق التواصل برضو زريفة آآ بس بقى لو دخلنا على زي ما اتفقنا لو دخلنا على الكورسات يعني الكاملة المدفوعة هتدى تدخل على كلمة كورس دي هتبدأ تدخل على آآ وجهة الموقع بقى اللي هو المحجوز الزملاء اللي انت النهاردة مسلا قلت انا عايز ادخل كورس الايفاز او كورس كورس السيم ايه بالمنهج الجديد او اي كورس من الكورسات دي بحيث ان انت هتخش بالباسورد هنا شايفين حضراتكو هنا في زر اسمه يعني انا داخل طبعا هنا هتلاقي هنا مسلا مربع اخضر كده مكتوب عليه هتدخل بيه وتكتب الوزر نيم والباسورد بتوعك اللي تبعت لك على الايميل تدخل على الكورس بتاعك لو دخلنا مسلا على الايفاز عشان نعرف ازاي ازا ميلنا مسلا اللي معانا ازاي ان هما يدخلوا على المحاضرات الاونلاين فا اا اا لو داخل مسلا هو على الكورس بتاعه بالداشبورد مسلا هتلاقي الكورسات اللي هو المتاح له او يعني اللي هو حجزها يعني اذا يدخل على اي كورس منهم اا زي ما قلنا كده اضغط على رأس الطبك عشان تشوف التفاصيل بتاعته هتلاقي مسلا هنا اول مقدمة الطبك هدف الدورة التدريبية وهتلاقي فيديو شريح لك برضو كل حاجة عن شهادة الايفاز باخر تعديلات تقدر تدخل بقى على اللي بعدها اللي هي المحاضرات التزامنية اا وفي اداء اسمها بيك بلوبوتوم او يعني دي ده اا القاعة الافتراضية القاعة المحاضرات الافتراضية اللي احنا هندخل مع بعض يعني متفقين اتفقنا مع بعض كده الناس الزملاء اللي معانا في كورس الايفاز آآ اليومين دول ان احنا هندخل حد واربعة من تمانية مساء من تمانية لحداشرة مثلا لان معانا ناس من الامارات وناس من السعودية وبيقوا مش عايزيننا نتأخر مسلا عن آآ الساعة داشا بتبع عندهم في الامارات الساعة واحدة بالليل طب احنا ممكن مسلا بتوسي اف ام لا مواعيد تانية آآ ممكن آآ للزملاء اللي في كورس اخر آآ فدي حلاوة اللي هو المتزامن التدريب المتزامن نحنا نتفق مع بعض على اي اي على اي مواعيد لكن التدريب الغير متزامن آآ يمكن اقوى كمان في اي ان انت معاك الباسورد واليوزر نيم بتوعك وتقدر تدخل في اي وقت هتلاقي المحاضرات في محاضرة جديدة تسجلت وانت محاضرتش في آآ ماتيريا الجديدة نزلت تقدر تقعد وتسمع وفي اي وقت بقى مش لازم في المواعات ده وانت ما كنتش فاضي او انت جاي تعبان طيب احنا الوقت يعايزين ندخل لايف فبنعمل الفيديو ده عشان نرى الزملاء ازاي ندخل لايف هندوس زي ما قلنا كده نرجع تاني نرجع تاني في هنا توبيك اسمه المحاضرات التزامنية واتفقنا على المواعيد بتاعته فهو هيدخل بس هيدخل هيدوس على زر دوت محاضرات اونلاين لايف هيلاقي آآ 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 زر كده او زرار اخضر كاسمه ادخل الايه ادخل دي الوقتي فانت لما تدوس عليها لما تدوس على هتدخلنا على الايه اا اللي هو اللي هو البرنامج اللي هيدخلنا مع بعض كلنا لايف مع بعض طيب البرنامج ده اللي هو البيك بلو بوتوم ده. ده ده الواجهة بتاعته قبل ما بيفتح. بيقول لك انت عايز تتخش بالمايك ولا بالسماعة. طبعا لان انا مسلا فانا اللي هتشغل المايك. لكن بقيت الزملاء هيسمعه بالسماعة. طبعا ما ينفعش كلنا نشغل المايك مش هنسمع بعض. لانتلاقي مسلا سبع تمانية موجودين في القاعة. ما شاء الله فمش هينفع ان احنا هنشغل مع بعض كلنا السماعة. فانا دلوقتي مسلا هشغل قصد المايك يعني. انا هشغل المايك لكن ممكن حقيقة تشغل السماعة. هو دلوقتي بيبدأ بيقول لي اه شوف بقى يقول لك. في صدى صح? يبقى هو كده. يبقى يقول له اوكي. عايز اه هو بها دلوقتي بتقول لي ان انت الوحيد اللي في القاعة دي. انا طبعا عملها كده يعني على اساس ان انا سجل هذا الفيديو. اه انما اه لما بنبقى مع بعض بتلاقي هنا اه اسامي الزملاء على الشات ونقدر ان نعمل شات مع بعض وكل حاجة. اننا مسلا نكارب هنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواني ونبدأ ان شاء الله. دي كاستهلال للغرفة التدريبية. نقدر ان احنا برضو نرفع المتيريال مع بعض على هذه الغرفة التدريبية او القاعة الصوتية يعني او يعني المحاضرة اللي هي الافتراضية. اسميها اي حاجة. بس احنا بنشرح يعني ازاي? دلوقتي انا اه اه دي مسلا انا دلوقتي رفعت المادة العلمية على الغرفة. اه ممكن مسلا نقفل لو حد مسلا عايز يكتب حاجة هتلاقيه مسلا ايه يقدر يكتب هنا في زي ما عايز اه اي حاجة نقدر نكتبها لبعض. اه غالبات الناس يعني اللي بيبقوا موجودين في يقول لك مسلا ايه? لو اه الكلام ك ده ما بفهم يا جماعة الصوت مسموع ولا حاجة? فبصت شغاله هو يبقى فيه صوت. طبعا اه كل الناس الزمل اللي هيبقوا معنا يعني او المشاركين او المتدربين هيبقوا مشغلين السماعة مش او المدرب هو اللي هيشغل المايك. لان هو اللي بيدير القاعة انت حضرك هتشوف وتسمع الشرح. اه نقدر ممكن نشغل المايكات لو احنا عايزين خلاص بطلنا شرح وفيه سؤال من من زميل او فيه مسلا محتاجين ايه? يمكن نحل السؤال ده مع بعض سؤال في معايير المحاسبة الدولية او معايير التقارير المالية الدولية. اه او ندخل على الموقع او يعني اي حاجة نقدر انشطة نعملها مع بعض لايف اونلاين. اه. فزي ما قلنا كده لو فيه حاجة مستمعها بتكتب هنا مثلا يعني غالبية الناس متفقين ان والله الحاجة مفهومة او مسموعة بتكتب واحد. اه في حاجة مثلا مش مفهومة او مش مسموع او الحتة دي عادة تانية تكتب اتنين مثلا انا مسمعتش. او انا ما فهمتش الحتة دي تاني او كده. اه او ممكن مسلا ان ايه رأيكم يا جماعة الاجابة الف ولا بي ايه ولا بي ولا سي ولا دي تكتب لي الاجابة اه الاجابة ايه? مسلا. فالشات تقدر تكتب فيه اللي انت عايزه. اه بحيس ان احنا نسترسل في المحاضرة والمحاضرة بتتسجل. اه بدون برضو ما نقطع بعض او يبقى الصوت اه في تداخل وبالتوفيق ان شاء الله. طبعا المحاضرات زي ما قلنا بتبقى موجودة هتلاقيها على بتاعك على الموقع. اه بتقدر تدخله في اي وقت بتاعك. وبالتوفيق يا رب المهم النجاح المهم الناس يعني توصل لها المعلومة بطريقة سالسة وواضحة.